أشرف اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري بالمدرسة الوطنية متعددة التقنيات بالحراش أشرف على ندوة علمية حول كيفية إعداد مشروع مذكرة تخرج للحصول على شهادة جامعية بداري زار بالمناسبة ورشاة علمية للطلبة وحثهم على ضرورة تثمين هذه المشاريع المبتكرة التي تشكل ورقة طريق لإقامة مؤسسة ناشئة ستكون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني هدفنا من هذه الزيارة وهو تحسيس على اختيار مواضيع لها علاقة مع الابتكار حتى يتمكنوا في آخر المطاف أي في شهر جوان جوليه 2023 من إنشاء مؤسساتهم الناشئة وبالتالي خلق الثروة وخلق مناصب شغل والمشاركة في النمو الاقتصادي من خلال خلق مناصب شغل